عملياً نحن لم نتمكن حتى من الوصول إلى البوابة الحديدية أو البوابة الحدودية نحن على مسافة 20 كيلو متراً أو أكثر بعيدين عن تلك البوابة هنا رتل طويل من السيارات بالمناسبة اسمح لي على أن أغير اتجاه الكاميرا هنا يوجد رتل طويل من السيارات وصولاً إلى المنطقة الحدودية أو البوابة الحدودية البعض كما ترى خرج من السيارات ليقف ليتنفس بعض الشيء هي عملياً لم تعد سيارات هي كتل حديدية واقفة يتنفس فيها أشخاص فقط حتى أنهم لا يستخدمون المكيفات رغم أن درجة الحرارة تقارب الصفر على هنا وربما أقل بمعنى أنهم يحاولون حتى الاقتصاد بالبنزين بالوقود في محاولة للوصول إلى البوابة بعض الأشخاص يقولون أنه للوصول إلى البوابة الحديدية قد يستغرق يوم أو أكثر من يوم تبعاً لحالة الازدحام الموجودة نعلم أن هناك أشخاص كانوا قد فروا من كيف منذ أيام منذ إعلان حالة الحرب بدأت السيارات تخرج من كيف الآن حتى المنطقة الغربية مدينة الفيف كما كان يقول الزميل بها هناك حالة نزوح من تلك المدينة كما نرى هناك أشخاص السيارات فيها أطفال حالة إنسانية هي ترحيلة هي تغريبة جديدة ربما لشعب في أوروبا اللي هم يخافون هاربون من الحرب من القصف من توغل القوات الروسية داخل الأراضي الأكرانية كل من هرب عملياً هو بالغالب هم من كبار السن والأطفال رأينا على الوصول إلى هذه النقطة هناك العديد من نقاط التفتيش من المتطوعين كانوا واقفين هنا لحماية بوابات أو طرق البلدات والطرق إلى مدينة الفيف بمعنى أن هناك نوعان نوع من يبقى وهم في الغالب من الشباب ومن يخرج هم كبار السن أو العائلات نرى على سبيل المثال هنا سيدة مع ابنتيها الوضع مأساوي فعلاً هناك أطفال أمامنا خارج السيارة السيارات متوقفة لا تتحرك على لا يوجد أي مشهد أو مظهر داني أقارم هذه السيارات المتوقفة وناس التي تنتظر دورها لعبور الحدود لا يوجد في الصورة جماعات إغاثية جماعات مساعدة من يقدم لهم المساعدة هل بالفعل هذه هي صورة لا يوجد نصير ولا معين لهؤلاء لا 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 بطبيعة الحال على الطرف الآخر على من الحدود هناك بطبيعة الحال الاتحاد الأوروبي كان قد استعدى لهذه الحالة منذ فترة الاتحاد الأوروبي كان قد قال بأنه من المتوقع أن يكون هناك ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين لاجئ يتوجهون إلى دول أوروبا بولندا تتحمل الضغط الأكبر فقد دعني علاء أقارن لك سريعاً انظر هذا الطريق الذي يأتي من الحدود البولندية للتوجه إلى أوكرانيا هو طريق فارغ السيارات كلها متكدسة في هذا الجانب عملياً من الشارع بالنسبة لمناطق هناك كانت توقعات بأن تكون بولندا هي البلد التي تستقبل أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأوكران كان هناك حديث عن احتمال توجههم إلى رومانيا ولكن في رومانيا كما علمنا من أحد مسؤولين حرس الحدود قال إن من تقدم بطلب الحصول على لجوء هم ألف شخص